اشتركوا في القناة فيديو جديد طبخه جديد اليوم طوقتي ما فيه اطيب منه ولا عشائين كثير ان شاء الله راح تنال اعجابكم فضلا وليس امره اذا اعجبكم الفيديو هذي لا تنسوني دعم القناة والاشتراك وقبز على زر الجرس مشان اي شي جديد يصلى عندكم وهيك لازم تجهز حالنا نروع على المطبخ في البداية عندي حوالي كيلو ونص لحم خروف انا اخترت الرقبة طبعا هاي اختياري حسب ما انتم بتحبوا راح نبلش بالرز عندي كيلو رز انا غسلته ما نقعته منه بس مجرد غسلته وصفيته من المي راح ننزله على بعقق كبير مشان نتبلهم طبعا عندي ورق كالكيلو بده كيلو ورق ما بعرف هذا النوعية اذا كويسة ولا لا اول مرة بجيبهن طبعا عندي حوالي 400 جرام اللحم اللحم كان عندي مفرز بالفريزة راح نزل عليهم كوب دونس وكمان بصلة كبيرة فرمتا ناعم راح نزل عليها توم مهروس وكمان عندي حبتين بنادورا اشرتهم اطاعتهم راح نزله ونزلت نص ملعقة فلفل احمر ونص ملعقة فلفل اسود وكمان نص ملعقة كذبرة وملعقة كبيرة نعنع وملعقة ملح وكمان ملعقة سما وهي اختياري نزلت عليها الزعفرة ونص ملعقة سما وبهارات طبعا ملعقة دبس فلفل وملعقة دبس بنادورا تلمشايفين وراح نزل عليها كاسة زيت الزيتون ورح نحتاج كاسة حامض عصير ليمون بس انا رح اتركها بعدين رح اتهزها بس رح ااخد بس ملعقتين فقط لينو العصير بتعطي فلفلة للرز بتخلي كل حبة بحبتها لهيك حطيت ملعقتين والباقي بعد ما اطبخون رح نزل العصير هلا رح ابلش اتبلهم على هالشكل هات لو تشموا الريحة قدية طيبة رح تشوفوا طريقة كتير حلوة وطعمتها بتجنن جربوها ورح تدعو لي طبعا انا بعملها على طريقتي وانتو اكتبوني تحت في الكومنتات اذا عجبكون الطريقة ولا لا هون عندي الورق رح بلش افتحهم اكيد بيكونوا مالحين رح انزل رح انزلهم بين المي انقعهم وبعد رح اصفيهم واخصلهم كتير منيح انا اخذت 3 علب يعني كيلو 200 جرام صراحة ما كانوا نفس الاياس ما بعرف اول مرة بجيبهم مثل ما شايفين رح انقعهم بالبداية وبعد اخسرهم اصف فيهم هاي هي كل الكمية مثل ما شايفين رح اخسرهم كتير مني وبعد برجع لكم هلا بلشنا فيهم مثل ما شايفين انا بلفهم يعني ثلاثة اربعة مع بعض على هالشكل هات واكيد اللف ما شاالله كل العالم خير وبركة بيعرفوا يلفوا رح نلفون على هالطريقة هاي بنلفون من الاطراف وبعد انا بعملون على هالشكل هات بس فيه نقطة كتير مهمة بس لفوها لتش دوه كتير مشان لانه حبات ال الرس تسحب مي وتاخد راحتها بين الورق هلا رح اورجيكم طريقة تانية بلفوها بالكيس فيكتار بيحبو هالطريقة هاي بصراحة انا بحب اللف على اليد بس حبيت اورجيكم هالطريقة كما متل مشايفين حط اضط كيس وبعد منزل الورقة بنرف من الاطراف على هالشكل هات فقط ومن فوق وبنسحب الكيس وبنحط ايدينا فوق الكيس وبنشده شوفو لياها طلعت مجدودة كتير ولفة كتير حلو بس هاي اجبالي بتكن تشدوها لهيك انا بلاقي اللفة اليد بتسحب حبات الرز المي اكتر من اللف اللي بالكيس انتو شو رأيكم بتلاقوها هاي افضل ام هاي اكتبو لي تحت انا بيعجبني لفة اليد يعني هي بتطلع مجدودة اكتر يعني لفتها حلو وهي هي كل الكمية مثل مو شايفين خلصتهم وهمشي ما ننسى التوم انا بعملون على هالشكل هاي بيطلعوا شكلهم كتير حلو وبقيت شوية رز حطيتها بالبندورة بس هالكمية هاي مدل مو شايفين هلا عندي هون نص معلعة بهارات الخضرة رح نزل نص معلعة صغيرة طبعا فلفل احمر ونص معلعة ملح وكمان زحفرة طبعا هاي هاي رح اتبلها في اللعم وهي اختيارية حسب ما بتحبو انا بعملها على طريقتين رح انزل ربع ملعات صغيرة فلفل الاسود كمان واخلطون كتير منيه انا بحب اخلطها على هالشكل هات وراح هنزل ملعاتين من زيت الزيتون واخفقون كتير منيه وبعد انزل اللحم وهي اختياري حسب ما بتكون فيكن تنزلوا اللحم بلا اي شي وفيكن تعملوها على طريقتين مثل مو شايفين انا نزلت اللحم وراح هنزل التوابل انا لما بتبله هيك بلاقي بتخلص من زنخة اللحم وقد ما كان اللحم جديدة هي بتعطي نكهة كتير طيبة للحم هالتوابل وهي اختيارية حسب ما بتحب يعني فيكن تحطوها بلا توابل فيكن تحطوها هي طبعا راح تابلون كتير من وعندي قطعتين لحم شوي مدهنة هي لل صراحة من للخاروف هي للعجل بس انا حبيت يكون فيها قطعة الدهنة او كان في اللية بيكون قطية بين الوراء طبعا طبعا تابلتون كتير مني حاطون عجلة وهلا راح نزل علي التون الشرط كم حبي وكم حبي خليتون بقشرون قطية بشي اه للوراء الليمون والتون هاي قطية بشي انا بحب اكدرون راح ننزل الوراء ونصفطون على هالشكل هات وهي طريقتي وبتمنى يعجبكم وبشكر كل واحد عميد عملي وبشكر كل واحد انضم الى قناة جديد واهلا وسهلا فيكون وفيكون بنكبر اكتر واكتر همشي لا تنسوني بدعم القناة والاشتراك وكبس على زر الجرس مشان اي شي جديد يصلى عندكم طبعا اذا عجبكم شغلي لا تنسوني طبعا نبلش فيون على هالشكل هات لناخد طبعا متسهاوية الاكل كتير طيبة بس بدها شغلي زيادة طبعا بس هاكل هو رح تنسوا التعب كل شوفوا الياه هلا رح هنزل القطعتين اللحمة اللي قلت لكم هي كلها تقريبا شوي الدهن رح اصفتن على هالشكل هات هي بتعطي نكه كتير طيبة للورق متل مشايفين وبعدها رح هنزل باقي الكمية التوم. على اطراف اهمشي التوم. ويلي ما يحب التوم فيه يخففه. شوفوا لي الصورة لحالة عم تحيي. هلا نزلنا شوي التوم. وبالنسبة للمي يلي حابب ما يزيد المرأة بنوب فيه ييس ادي اخد رز بقدة يحط مي بتكون اياس مية بالمية. يعني عملتوا كاسة رز بتحطوا كاسة المي وشوي زيادة. هلا رح نزل شوي ملعقة دبس البندورة. وكمان رح هنزل ملعة نعناه. ومقدار ملعة زيت الزيتون. الحامض بتركها عجنة. يعني ما بحط حامض. طبعا اني نزلت شوية ملح ما كترت زيادة حاطة ملح جوات الورق. وحاطة على اللحم. بس رشة صغيرة. وهيك رح هنزلون لا تغمرون. طبعا عندي ورق زبتي. هاي خطوة اختياري. انا دائما بحطها فوق الورق. وبغطيه. وبعدها. متل مشايفين بحاول ادخل الاطراف على هالشكل هان. طبعا انا عاصلته وبعدين حطيتها. وراح حط عليها قطعة اصدير. وهيك كمان اختياري. هي بتسهل سرعة الطبخ. هيك بتكون جاهزة. متل مشايفين. انا بحطها على النار. بس تغلي. بحاول انزلها على اوطى درجة. متل مشايفين. انا حطيتها على النار. وهلا بتحاول عم تغلي. متل مشايفين. وبس غليت. رح انزلها على اوطى شي. ضلت على الغاز. ساعتين. وهي صارت على هالشكل هان. طبعا هلا رح انزل الحامص. متل مشايفين. وراح اسكرون. وكم غلوة. وبعد اطفي تحته. غي هي النتيجة. متل مشايفين. شوفوا لي اياها. وهي طنجرة. ولا ارضها. ولو تشموا ريحة. ريحة بتجنن. هلا رح ورجي يكون كيف حبات الرس. فلفلي. وكيف. اللحمة دايبة دو. وهيك احباي. بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم. بتمنى قدمت شي فيتكم. ونالت اعجابكم. ان شاء الله. عن قريب. رح نلتقي. بفيديو جديد. طبخة جديدة بازن الله. شوفوا لي اللحمات. الصورة لحالة عم تحكي. انتو خبرون. كيف طالع النتيجة. وهي الرز. ودمتم جميعا في امان الله. والسلام. وعليكم. شكرا للمشاهدة. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر